اشتركوا في القناة الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المشهور في هذا هو الإعراب وهو ضم الراء لأن أكبر خبر ولم ينون لأنه على وزن أفعل فمن وصلها بالضم فقد أعطى الإعراب حقه وأحسن في التخلص من التقاء الساكنين لأنه يكون بالضم والكسر والفتح ويذكر عن المبرد أنه كان ينكر الوصل بالضم ويقول الأصل في الله أكبر تسكين الراء وهو يشبه المبني فإذا وصلت بلفظ الجلالة ألقيت حركة الهمزة الوصل على الراء وهو نظير قوله تعالى ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تفتح الميم في حال الوصل وفتحتها هي فتحة همزة الوصل نقلت إليها حكى ذلك عنه أبو بكر بن الأنباري في كتابه الزاهر وغيره في غيره ونقله عنه ابن الحفيد في كتابه الدر النضيد قال ابن الأنباري عوام الناس يضمون الراء وقد تجرد للرد على من عاب الضم الراعي الأندلسي ورد على المبرد وغيره بما يكفي وهو منقول بتمامه في كتاب معجم المناهي اللفظية غير أنه قال في صدر كلامه إن الوصل مخالف للسنة وما درج عليه السلف الصالح في لفظ الأذان ولا أدري ما مستنده في ذلك فإن ظواهر النصوص وما درج عليه أكثر المؤذنين فعلا وسماعا ونقلا عن الأسلاف هو الوصل وفي الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فجعل الله أكبر الله أكبر كالكلمة الواحدة وجعل التكبير في الأذان كلمتين وكذلك خبر معاوية في الصحيح أيضا أنه سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فذكرها موصولة وهناك نوعان من أذان الناس لم يذكرا في السؤال أحدهما الوصل بإسكان الراء مع قطع الهمزة في لفظ الجلالة وهو من باب إجراء الوصل مجرى الوقف وقد يختبئ في هذا الوصل سكتة لطيفة والثاني أن نطق بأله أكبر مفردة والوقف عليها على الوجه الذي حكاه الراعي عن السلف فتحصل في هذا أربعة أوجه أو خمسة هي الوصل بالرفع أو بالفتح أو بالإسكان مع قطع الهمزة بلا سكت أو مع سكت أو الوقف هذا وبالله التوفيق ترجمة نانسي قنقر